تبنى عدد من النواب المستقلي مبادرة سياسية لإنهاء الاستحقاقات الدستورية المتبقية نعم وطرح النواب المستقلون في هذه المبادرة فكرة أن يشكلوا كتلة نيابية تدعو الكتلة السياسية الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة ليتم بعدها تشكيل الحكومة من شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتلة السياسية الأخرى ولفت بيان المستقلين إلى أن الكتلة النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة ستتعهد بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وأيضا ضمان الفصلة بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة وأيضا تبكينها من أدواتها الرقابة في رئاسة اللجانة النيابية إن النواب المستقلين والحركات الناشئة يرون إن المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة قد شهدت إخفاقات لذا نرى أن يشكل تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة كتلة النيابية تدعو الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة وبعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخص رئيس مجلس الوزراء تتولى كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة ترشيح شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى وتتولى الكتلة الداعمة تمكينه من اختيار الكابينة الحكومية